السلام عليكم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عبارة قلب يسوع المفاوضة الثانية والثلاثون في تناول الحبيب الحبيب لقد سمعت يا حبيبتي ان الحب اذا اشتد في انسان اتى افعالا عجيبة لان قوته لا يقهرها شيء وهي اقوى من كل شيء وقد علمتي مما سبق اي حبها قد احببتك منذ الازل ان ذبيحتي على الصليب كانت تكفي لتحقق لك شدة حبك اذ ما من حب اعظم من هذا ان يبذل الانسان نفسه عن حبائه يوحنى خمسطعش سلطعش غير ان حبي لك غير المدرك لم يكتفي بتلك الزبيحة لانها وان كانت كافية نحو خطاياك والوفاء والوفاء عن ذنوبك ومآثمك الا اني لم اجدها مع ذلك كافية لارضاء جميع اشواق حبي لك وسد حاجته القصوى لان الحب لا يستريح ولا يستقر الا في الاتحاد التام وما دام المتحبان بعيدين الواحد عن الاخر لا يتم فرحهما ولا تسكن لوعة حبهما ولا تتوثق بينهما على الكلف والحشق والشغف فماذا يفيدني اذا وانا احبك حبا شديدا ان انحدر كل يوم على مذابح ايكلي ولا ااتي اليك واتحد بك اتحادا تاما اني اردت لهذه الغاية خاصة تجديد ذبيحتي كل حين على ايدي كهنت النفس ما هذا الكلام الرفيع يا الهي وحب الوحيد وكيف يكون ذلك ان داود عبدك قد تعجب من رضا شاؤل الملك بان يعطيه ابنته امرأة له فقال لشاؤل في تعجبه من انا وما هي حياتي وما هي قبيلة ابي في اسرائيل حتى اكون صهرا للملك وقال لعبيد شاؤل اقليل هذا عندكم ان اكون صهرا للملك وانا رجل مسكين ذليل فماذا يليق بي ان اقول الان وانا اراك تطلب ان تكون معي واحدا وتريد ان اكون انا ايضا واحدا معك امن اتحاد اتحاد اسم من هذا وما هي مصاهرة الملك بالنسبة الى هذه النعمة فمن انا يا الهي وما هي حياة الارضية الجسدية وما هي قبيلة ابي حتى اكون لك بكلية واحدا معك واحدا بحيث ان الحب الذي يحبك به الآب الازلي يكون فيا ايضا كما هو فيك يوحن 17 26 الحبيب ان السكوت خير من الكلام عن محبتي لان ليس في استطاعة الكلام البشر ان يستوفي حق وصفه واذ تعذر على صفي بولص ان يصف بالكلام مع عدة حبيبي ليصفيائي اكتفى بهذا القول ما لم ترى عيني ولا سمعته اذن ولا خطر على قلب بشر ما عده الله للذين يحبونه فان كانت خيراتي وإحساناتي لا تدرك فكيف تدرك محبتي التي هي اعظم بكثير من تلك الاحسانات والخيرات المعدة للذين يحبوني ان محبتي سلبة عقول كثيرين ارادوا ان يفحصوا كل شيء حتى اعماق الله ولكن لا يستطيع احد ان يعلم ما في الله الا روح الله فلا تزال محبتي غير مدركة ولا يستطيع انسان بل ولا ملك ان يدرك ما هو عرضها وطولها وعلوها وعمقها لان محبتي تفوق المعرفة ولكن ولكني لا اريد مع ذلك ان تجهلي شديد محبتي لك التي انتهت بيا الى اعجب العجيب وان كنت لا تستطيعين ان تدرك كل محبتي فيمكنك مع ذلك ان تفهمي جانبا منها ليكفي ان يضرم قلبك ويسلب عقلك ويريك بطلان كل محبة دون محبتي وضعفها النفس ربي والله رأيت محبتك لتتجلى في سر تجسدك وموتك على الصليب وفي كل من اقوالك واعمالك ولكن الحب الذي ابديته لي في سر حبك يفوق كل حب وادراك اذ انك تريد بهذا السر الاقدس ان تقترب مني وانا دودة الارض وتدخل الى قلبي وانا تراب ورماد وتتحد بيا وانا لست شيئا ومما يزيد تعجبي ويدهشني شدد رغبتك في الاتحاد بيا تلك الشدة التي جعلتك تغلب جميع المواقع التي تحول دون تحقيق رغبتك هذه كما اريتني ذلك في حياة امتك المغبوطة الطوباوية ايميلدا التي منعوها لصغر سنها عن تناولها اياك فذهبت انت اليها ظافرا على الجبال وقافزا على التلال نشيد اثنين اثمانية ودخلت قلبها من جديد من شديد حبها لك زهقت روحها وتبعتك الى السماء فيا للعجب يا للعجب بل يا للحب ويا للحب الحبيب قلت لك يا حبيبتي ان غرض المحبة الاقصى هو الاتحاد ولذا لم اكتفي بكل ما صنعت لاجلك في تجسدي وفي حياتي كلها فردت على اعمالي واسراري جميعها سرا اخر جمعت كل قوتي في ابداعه اذ هو سر الاسرار ومنتهل عاجيب وغاية ما يستطعه الحب وفي هذا السر العجيب تركت لك ذاتي مأكلا حقا ومشربا حقا لتأكليني وتشربيني فاصير معك واحدا ويتم اتحادي بك رأى بعض القديسين عبيدي ان محبة مثل هذه لا تليق بعظمتي وحكمتي ولكنها اذا كانت لا تليق بعظمتي وحكمتي فانها تليق بقلبي وبمحبتي لان المحبة اذا اشتدت وانتهت الى الهيام وهو غاية الحب ولا تكتفي بما يليق ولا تقف عند حدود العقل والحكمة بل تذهب الى حيث يدفعها هيامها الذي لا حد له فقد همت بك يا خليلتي هياما شديدا واردت في شديد هيامي هذا ان ارفعك الي واصنعك مثلي ولذلك اخفيت ذاتي تحت اشكال الخبز والخمر ليتيسر لك ان تتناوليني كل يوم فازدك برا وكمالا حتى تكوني معي واحدا وتثبتي في محبتي الى الابد يحنى ستة سبعة وخمسين النفس لا يسعني يا الهي سوى السكوت سوى التعجب من محبتك نظير محبتك هذه ومن سر جمع فيه اعظم العاجيب اني اتعجب عظمة البحار ونور الشمس ونظام الكواكب اني يتحير من قوات العناصر وشدة الرياح وبأس الاسود اني يأتيه عجبا من نظارة الازهار وجمال الحقول وحلاوة الاثمار ولكن ما هذه العظائم بيزاي عظمتي حبك في سر القربان الاقدس فيا للعجب يا للعجب فمن لي يا رب حرارة القديسين وعبادتهم وسعير حبهم عند دنوهم من مائدتك المقدسة ليقبلك مثلهم وتناولك ونظيرهم الحبيب الحبيب لا يستطيع أحدا يا حبيبتي ان يتناولني بالاحترام والحب الواجبين لجلالتي ولكنني لم اخترع هذا السر طمعا في كرامتي بل رغبة في محبتك اني لواردت كرامتي فقط كما دعوت الاولاد والجهل الى تناولي وتركت الخطأ والدنسين يقتربون مني ويقبلوني ولما كنت سمحت لك انت ايضا بقبولي وازمتك بتناولي اني كنت عالما بجميع الهانات التي تصيبني الان في سر حبي من بني البشر الذين احببتهم ومع ذلك رضيت بان اكون لك انا بنفسي طعاما في هذا السر العجيب لانك بدوني لا قيمة لك ولا تقدرين على الشفاء والصلاح وبدون ان تأكلي جسدي وتشربي دمي لا ينجع فيكي دواء فتضعفين وتموتين وتكونين كجسد بلا روح او كعروس بلا قلب ففي التناول تجدين الوثاق الذي يوثقك بي وهو يوليك الشفاء من امراضك والقوة في ضعفك والتعزية في احزانك ويكسوك فضائلي نفسها ويؤجج نيران حبك لي ولي قريبك فتناوليني يا حبيبتي استطعت واذا كنت لا تستطيعين ان تتناوليني كل يوم بحسب رغبتي فتناوليني مرارا كثيرا في الشهر وعلى الخصوص لا تنسي تناول الجمعة الاولى من كل شهر ذاك التناول الذي به ألقت اجل نعم واصنعه على النيات الثلاثة الاتية اولا شكرا للعطية غير الموصوفة التي وهبتك فيها جسدي ودمي ونفسي ولاهوتي وقلبي ثانيا تعويضا عن الاهمال الذي يبعدك مدة من الزمان عن مائلة المقدسة وثالثا تكفيرا عن خطاياك الكثيرة وعن جميع التدنيسات اللاحقة بسر السجود النجود له وفي الختام أقول لك ما قلته ذات يوم لإحدى ماي الموقرات وهو إنك إن أكثرت من قبولي في سر محبتي نسيت جميع ذنوبك النفس شكرا لك يا إلهي على شديد حبك لي أنا آمتك الذليل فأهلني لأتناولك كل يوم وأجعل نعيمي الوحيد في تناولي هذا اليوم عربون اتحادنا الأبدي في السماء آمين المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البديوالان وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين آمين يا مريم البك رفوقتي شمس عن قمر وكل نجم بأفلاك سماء صرار وكل نجم بأفلاك وكل نجم بأفلاك سماء صرار يا أم يا سعي أمي وعي آملي لا تهمي أنس جمع لا تهمليني متعني خطار صدر لا تهميني متعني خطار صدر لا تهميني صباح شعاي في معاهدنا وانا أغيري عقلنا والسمع والبصرات وانا أغيري عقلنا والسمع والبصرات فأنتي عون لنفسي كلما ضوفا أنت جابر لقلبي كل من كسرا أنت جابر لقلبي كل من كسرا يا مريم البكر فوقته شمس على القمر كل نجم بأفراك سماء سرا موسيقى شكرا